بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردت أن أسجل هذا الفيديو من هذا المنبر لأعتذر لمتابعي ومحبي عبد الرحمن فارح وأقول لكم أنا جد آسف على هذا المشهد الذي ظهرت فيه مؤخرا ولم يكن مقصودا أو متعمدا وأسأل الله العلي العظيم لوالدي هذه الفتاة البريئة أن يوفقهما ليلبس أبنتهما لباسا يليق بسنها ويتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا وأسأل الله العلي العظيم كذلك أن يوفق كل آبائنا وأمهاتنا في هذا الوطن الحبيب وقد تكلمت مع والدة هذه الفتاة البريئة وقد تبين لي من خلال ذلك الحوار أنها أم طيبة وأم فاضلة وما حدث لم يكن مقصودا أبدا وأسأل الله العلي العظيم الهداية والتوفيق لكل خير آمين آمين ولعل بعض الإخوة الذين بلغ بهم الحب والعاطفة نحوي ونحو الدين ونحو القرآن الكريم إلى التجريح بكلمات قاسية فهدان الله وإياهم إلى الصراط المستقيم ولا يخفى على شريف علمكم أننا جميعا نحتاج إلى الهداية بالتي هي أحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وأكرروا وأعيد اعتذالي وتأسف الشديدين عن هذا المشهد وكل الحب والتقدير لكم أيها المتابعون الأعزاء دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته